السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم محمد سيد واهلا بكم معي بحلقة جديدة درسنا النهاردة على برنامج الاسل هنتعلم ازاي نحسب عمر الشخص من تاريخ ميلاده هنحسب مع بعض اليوم والشهر والسنة زي ما موجود قدامي كده جدول في اسم الشخص وتاريخ ميلاد الشخص كل احنا نعمله هنستخدم دلة ديف على برنامج الاسل عشان نحسب عمر الشخص عايش كام يوم وعايش كام شهر وعايش كام سنة هنيجي عند اليوم وهنكتب مع بعض يساوي ديف بالشكل ده بعد كده هنفتح قوس وهنختار تاريخ ميلاد الشخص بعد كده هنعمل اللي هي حرف الكاف شفت مع حرف الكاف من الكيبورد لو انت عاملها باللغة العربية لو باللغة الانجليزية هتعمل حرف الكاف من الكيبورد بالشكل ده يعني لو انت قريب الكيبورد باللغة العربية هتدوس مع حرف الكاف لو انت اللغة عندك باللغة الانجليزية هتدوس بس على حرف الكاف بدون آآ ما تدوس على الشفت طيب خلاص بعد كده بنكتب تمام بعد كده بنفتح كوس ونقفله. بعد كده بنعمل بالشكل ده. بعد كده بنعمل عالمتين تنصيص ما بينهم حرف اليوم اللي هو يعني حرف هنقفل العالمة التنصيص التانية. بعد كده هنقفل القرص. بعد كده هندوس على الشخص ده من خلال تاريخ ميلاده عايش اتناشر الف تلتمية تلاتة وتلاتين يوم لغاية دلوقتي. طب عايزين نحسابيات الاشخاص هندوس على السهم ده هو المريج المؤشر اللي هو الزائد ده هندوس عليه وهننزل لتحت كده هيحسب لنا آآ كل الاشخاص دي عاشت كام يوم لغاية النهار. طيب عايزين نطبق نفس الكلام نعرف الاشخاص دي عاشت كام شهر. نفس الكلام هنقل بيساوي ديت ديف الشكل ده. هنفتح كوس ونقل تاريخ الميلاد. بعد كده هنعمل اللي هي حرف الكاف لو انت عامل اكتبور دي باللغة الانجليزية. بعد كده هتقول يعني النهاردة. هتفتح كوس وهتقفله بالشكل ده. بعد كده بعد كده هتعمل عالمتين تنصيص ما بينهم حرف الام يعني شهر. هنقفل لعالم التنصيص. بعد كده هنقفل الكوس. وهندوس على انتر بالشكل ده. الشخص ده عايش اللي هو سيد عبدالدواب عايش ربعمية وخمسة شهر لغاية النهاردة. انا بعمل التاريخ اللي هو بتاعي النهاردة. بعد كده هقف هنا عند المكان ده لما تظهر لي علامة الزاق دي. هدوس وشد لغاية تحتي كده. انا كده عرفت الاشخاص دي عايشوا كام شهر لغاية النهاردة. طيب بالنسبة للسنة بقى. هنعمل بيساوي بالشكل ده. هنفتح كوس. هنختار تاريخ الميلاد. بعد كده هندوس على اللي هو حرف الكاف. بعد كده هنكتب يعني النهاردة. هنفتح كوس وهنقفله. وهندوس على حرف الكاف. بعد كده عالمتين تنصيص ما بينهم السنة اللي هي يعني سنة. هنقفل اعلامة التنصيص. بعد كده هنقفل بتاعنا وهندوس على كده حسب لي ان الشخص ده عايش لغاية النهاردة تاريتين سنة. هقف على علامة الزاق دي وهدوس وهشد لغاية تحت كده. كده انا عرفت الاشخاص دي عايشوا كام يوم لغاية النهاردة. انا عبعمل لغاية تاريخ النهاردة. اللي هو ستة اربعة الفين اربعة وعشرين. عايشوا كام شهر. وعايشوا كام سنة زي ما احنا شايفين كده. بتمنى الفيديو بتاع مرد اكون عاكم. ياريت ما انتم تشتعملوا لغاية الفيديو تعملوا واشتراك بالقناة. ولو اي حد عنده اي سؤال مهما انك ناسبوه في تارياته ان شاء الله ردعي الخارب وال. كان معكم محمد سيد شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.